الهيئة العامة للجمارك في العراق تعلن ضبط نحو 30 كيلوغراما من المخدرات وآلاف الحبوب المخدرة ضمن حملة بدأتها منذ عام 2018 وحتى أوائل العام الجاري أرقام هيئة الجمارك هذه سرعان ما ردت عليها رابطة الشفافية الدولية بالقول إن ما يدخل إلى العراق من المخدرات في السنة الواحدة يقدر بآلاف الأطنان وإن العراق اليوم يعد بلدا متعاطيا ومتاجرا بهذه الآفة الواقع أيضا وليست تقارير الدولية فقط من شأنه أن يفند للدعاءات الحكومية فمراكز الشرطة في عموم البلاد تكتظ بالمدمنين ومتعاطي المخدرات فضلا عن التجار والعدد في تصاعد ملحوظ بحسب مفوضية حقوق الإنسان وبجانب الاكتظاظ الكبير في مراكز الاحتجاز لا يوجد فصل بين تجار المخدرات والمتعاطين ما يشكل أحد الأخطار الكبيرة بخلق تجار مخدرات في المستقبل كما أكدت المفوضية أكثر من سبعة آلاف موقوف ومحكوم في قضايا تخص التعاطي والاتجار جلهم من فئة الشباب وقعوا ضحية في شباك المخدرات لأسباب تتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب القانون والأمن في عموم البلاد والأسوأ بل الأخطر هو امتهان الميليشيات والأحزاب هذه التجارة التي صارت ركنا مهما من مواردها وبالتالي تشجيعها الشباب على تعاطيه ما يجعل كبح تجارة المخدرات في العراق أمرا بعيدا المنال هو أن تجاره أكثر قوة وسلطة من الدولة نفسها وهو ما يمثل تحديا حقيقيا لحكومة عبد المهدي التي تبنت شعار مكافحة الفساد بحسب النائب السابق محمد إقبال ليس هذا كل شيء فالعراق الجديد تحول من بلد مستهلك وممر آمن للمخدرات إلى بلد منتج لها حيث يؤثر بين الفينة والأخرى على مزارع لنباتات الخشخاش المحظورة دوليا لسيما في بغداد والمناطق الريفية والحدودية في عدد من المحافظات ترجمة نانسي قنقر